اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة مرمجكم حديث عراقي لابد من التأكيد مرة بعد مرة وقلناها سابقا نقولها الآن نحن نقدر ان يكون المجتمع العراقي منتمي الى عشائر وقبائل هذه القضية كبيرة نحن نجلها ونحن جميعا من عشائر وقبائل نحترم عاداتها وتقاليدها ونحترم وجودها لانها تمسك المجتمع وطالما كانت العشائر في العراق سنت للبناء للنهوض للتقدم دفعت الى سوح العمل وسوح الدفاع عن الوطن وسوح البناء خيرت ابنائها وكانت من ركائز ثبات الوطن هذا واقع الحال لكن ان تتحول بعض العشائر الى عصابات وانفلات واسلحة وتمتلك اسلحة وتحول نفسها الى قوة ميليشياوية او عصابية ولها جيوش ولها ميليشيات وتقاتل بها هذه كارثة كبيرة الحقيقة هذا انفلات ما بعده انفلات دائما ما كانت العشائر صوت العراق الطيب الرائع المتحضر المؤمن الواثق من نفسه المدل على قيمة مجتمع كانت تمسك المجتمع كانت ركائز الثبات للعراق لكن انت تتحول البعض من هذه العشائر الى شيء اخر هذا غريب من عام 2003 لحد الان لا يمر اسبوع ربما لا يمر يوم اذا من اسمع به هناك نزاع بين عشائر يعني في عام في عام 2021 سجلت فقط ديقار اكثر من خمسين نزاع وحتى شهر آيار الماضي من هذه السنة يعني سجلت نفس المحافظة ديقار هذه المحافظة العزيزة اكثر الغالية الرائعة اكثر من ثلاثين نزاع بين عشائر تحدثون في عام 2021 نزاعات العشائر تجاوزت الخمسمائة نزاع في العراق ما هذا الذي يحدث في العراق والمصيبة ليس في النزاعات فقط لكن في ما يحصل في هذه النزاعات اخر نزاع حدث في الاسبوع الماضي نزاع عسكري عنيف بين عشير كيمب القرم وشمال البصرة استخدمت فيه الطائرات المسيرة لأي مستوصلنا عشار تستخدم طائرات مسيرة مدافع الهاوى انعيار واحد وثمانين ملي متر مدفعية وقصف هذا الكارثة بطائرات مسيرة هذي عشار ولا جيوش في ظهر اثنين نيسان يمكن عشرين نيسان الماضي بقضاء الشطرة في محافظة الذقار سيارة الشرطة تحمل احد احد المتهمين بجريمة خرج من المحكمة والقاضي براء واذا بمجموعة عشائرية توقف هذه السيارة تحيد الشرطة على جانب يعني تدفعهم بعيدا وتأخذ هذا اللي كانوا يعني اللي براءت المحكمة وذهبين بي الى مركز الشرطة اللي لفراج عنه خذوه وعدموه ووقفوا على الجثة وبدأوا بالأهازيج احتفالا بأخذ الثهر وغادروا امام انظار الشرطة ولا احده يستطيع ان يتكلم في نفس اليوم كان يعني بندقية القناص يقتل عميد بالجيش ما يسمى الجيش الحالي كان يفض نزاع بين عشرتين واذا قتل ببندقية القناص قناصة وقتل أن تتحول العشائر الى هذه الطريقة يعني هل هل نلوم العشائر هل نحمل العشائر المسؤولية نعم نتحمل مسؤولية كبيرة العشائر لأنها يعني العشائر أساس مثل ما قلنا أساس بنيان هذا المجتمع أساس ثبات الوطن أساس تقراره هي من تدفع خيرة الناس لبناء الوطن دفعت علماء ودفعت ضباط ودفعت من قاتل ومقاتلين دفاعا عن وطن دفعت مهندسين وطبا هكذا قدمت للوطن قدمت فكر وقدمت رؤى وقدمت أخلاق وقدمت تربية وقدمت تقاليد رائعة جدا هذا واقع العشائر هذا واقع عشائرنا العراقية من الشمال الى الجنوب لكن تتحول الى عصابات تقاتل من أجل مكاسب ومن أجل ثارات هذه كارثة كبيرة من يتحمل السبب الرئيسي في ذلك هو غياب دولة وهيبة الدولة لو كانت هناك دولة لو كانت هناك هيبة للدولة هناك هيبة للأمن لما حصل ذلك لما كان السلاح مفلتا بهذا الشكل لما كان السلاح مذولا بيد كل من يستطيع أن يحمل السلاح هذه كارثة كبيرة وبالتالي العراق هذا غياب الأمن غياب هيبة الدولة عندما نتحدث عن هيبة الدولة يقولون الدولة فيها هيبة أي هيبة للدولة ويتحدثون عن دولة أين هي الدولة العراق يعيش في زمن لا دولة هذه الأوضاع تثبت أن العراق ليس فيه دولة ليس هناك دولة في العراق لأن لو كانت هناك دولة لكانت لها هيبة لكانت لها سطة لكان لها احترام القانون كان له احترام لكانت استطاعت الدولة أن تجمع السلاح بيد الأجهزة الأمنية فقط بيد الدولة فقط تسحب السلاح من الشارع 20 سنة السلاح يزداد والميليشيات تزداد والعصابات تزداد وصلت إلى العشارة تتقاتل فيما بينها ويستخدمون الطائرات المسيرة والمدفوعية والهاوانات الواحد وثمانين وغيرها هذه جيوش هذه ميليشيات هذه عصابات هذه مافيات هذه كارثة على العراق لذلك نقول أن العراق فاقد للدولة مع الأسف الشديد فاقد لهيبة لسيادة لاستقلالة لقدرته هذه القوى التي يسمونها أمنية وعسكرية غير قادرة على أثر شيء هذه يعني أنشئت ليس لحماية الوطن لكن أنشئت لتتبع أحزاب وقوى تحكم في السلطة هذه تحمي السلطة فلا تحمي عنها ليست جيش الوطن وليست قوى الأمن للوطن وهي بالتالي للمواطن فالمواطن عندما يشعر بالحيف يشعر بالخوف يشعر بالرهبة من هذا الذي يجري يجب أن تكون هناك الدولة حاضرة لتحميه أين الدولة من كل ذلك إذا كانت الدولة تفض النزاعات بهذه الطريقة ويقتل منها الناس ولا تستطيع أن تفعل شيء ولا تستطيع أن تسحب السلاح ولا تستطيع أن تسيطر على ولا تستطيع أن تثبت القانون وقدرة القانون وساحة القضاء هي الفيصل فلا دولة في العراق الحقيقة والحديث عن اقتصاد سياسة وانتخابات ونور المالك نجيبه رئيس الوزراء وهذه العامر نجيبه ومصطفى الكاظمي ومعرف منه لا يعني شيئا هذا كل كذب وضحق على الناس العراق فاقد للدولة منذ عشرين سنة وهذا هو مغز احتلال العراق هذا هو ما أراده الاحتلال الأمريكي والإيراني أن يكون العراق ضعيفا ممزقا خربا لا قانون يحكمه لكل جزر متباعدة لها بوصلات مختلفة صراعات قتل ذبح عدم وجود أمان طارق لشعبه هذا الذي في العراق وبالتالي العراق بلا دولة ضعيف يستطيع الكل أن يتغول عليه وهذا ما يحدث في العراق فهل في العراق دولة وهل يعني يصدق ابن العراق عندما يتحدث المسؤول عن دولة وقانون واحترام للقانون وهو لا يحترم القانون ولا وجود للقانون ولا وجود لهيبة الدولة ولا وجود لكل شيء فيه كل ما موجود في العراق مجرد كارثة كبيرة تكبر وتكبر وتتعمق وتسحق العراقين يوما بعد يوم مع الأسف الشديد أن يصل العراق إلى هذا المستوى وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة